اشتركوا في القناة بولاية لاس فيغس بالولايات المتحدة الأمريكية وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن هذا الإنجاز العالمي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية التي تسخر بها مملكة البحرين في مختلف المجالات الرياضية وخاصة في مجال رياضة السيارات باعتبار المملكة موطنة تلك الرياضة في شرق الأوسط وأضاف سموه أن ما وصلت إليه المملكة من مستوى مشرف وراق في رياضة السيارات يأتي بفضل الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والذي أوصل فريق بحرين واحد لمنصات التتويج وتحقيق اللقب العالمي تأكيدا على رياضة المملكة في أقوى بطولات العالم للسرعة وأكد الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بذلك الإنجاز العالمي متمنيا للفريق مزيدا من الإنجازات والنجاحات في مسيرته الرياضية لرفع اسم مملكتنا الغالية في المحافل الرياضية العالمية